قالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا إن رائد فضاء تابعاً لها نقل إلى مستشفى بسبب مشكلة طبية غير محددة بعد وقت قصير من عودته إلى الأرض من مهمة استمرت قرابة ثمانية أشهر على متن محطة الفضاء الدولية وهبط رائد الفضاء قبل تساحل فلوريدا على متن الكابسولة كرو دراجون التابعة لسبيس اكس مع ثلاثة أفراد آخرين من الطاقم وهما رائد فضاء تابعان لناسا ورائد فضاء روسي